استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبوليما وزير المالية أحمد كوجوكا عددا من ملفات العمل وخلال الاجتماع أكد كوجوكا لاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة لتوفير الالتزامات المالية المطلوبة للانتهاء بصورة كاملة من مشروع المتحف المصري الكبير وذلك تمهيدا لتشغيل هذا الصرح الكبير هذا إلى جانب توفير الالتزامات الخاصة بمشروع الضبع النووية وتوفير التمويل المطلوب لاستيراد السلع الغذائية والمنتجات البترولية وأشار وزير المالية إلى أن هناك ارتفاع ملحوظا في مؤشرات الانفاق على قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مضيفا أن هناك تحسنا أيضا في المؤشر الخاص بتحقيق الفائد الأولية